المترجم للقناة أنصال الله الحوثيين بعد تسعيد لأيام يتزامن ذلك مع تراجع أمريكا عن اتفاقها التفاعي بشروط جديدة وبدأ خبراء النظرية السياسة السعودية الحديث عن من وصفوهم بعقلاء الحوثيين والعلاقات الطيبة مع الحركة واستبعاد الهجوم على السعودية وكان هؤلاء يعلقون خلال لقاءات على قنوات تلفزيونية أبرزها المستقلة حول مصير الاتفاق السعودي مع الحوثيين في ضوء إعلان اليمن المرحلة الرابعة من التصعيد والتي قد تضال السعودية وتعد تلك التصريحات تغييرا لافتا بالموقف السعودي الذي شهد تضرفا في الرد على المخاوف خلال الأيام الماضية تارة بالتهديد بتصعيد عسكري وأخرى بالبحث عن بذيل في صنعاء والتحولات في الموقف السعودي المفاجئة ليست بحسن نية فتوقيتها يشير إلى أنها ضمن محاولة سعودية للتهديئة مجددا مع اليمن في ضوء التدورات في ملف التعاون الدفاعي مع أمريكا والذي كانت تعول عليه السعودية لتصعيد في اليمن خصوصا وأنها جاءت في أعقاب تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نقلتها صحيفة الفاينانشل تايمز الأمريكية واستبعد فيها قرب التوصل إلى اتفاق دفاعي مع السعودية مشيرا إلى أن الاتفاق مرتبط بإعلان التطبيع السعودي الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية وتلك خضوات لا تزال بعيدة حسب وصفه وتأتي مغازلة اليمن ضمن حملة سعودية جديدة للعودة إلى خفض التوتر شملت أيضا إيران التي كانت العلاقات معها شهدت ركودا مؤخرا في ضوء التدورات في المنطقة وعلى رأسها ضوفان الأكسى حيث أعلن وزير الخارجية السعودي رغبة بلاده بتعميق العلاقات الثقافية مع إيران باعتبارها تعمق التقارب بين الدولتين وتشير هذه التحركات إلى فقدان السعودية ورقة التعاون الدفاعي مع أمريكا والتي كانت تعول عليها لتغيير في حضها العاثر في المنطقة وتحديدا في اليمن أشكركم على حزن المتابعة والإطلاق ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة